البلندر Solidify Modifier يوفرنا الوقت فانكشن اسمار كومبلكس بتفيدنا اننا ننشئ كومبلكس موديلز او حوائط في البلنات المعمرية خلينا نشوف ازاي نستخدم Solidify Modifier دلوقتي اذا كده عندنا حوائط بدون اي سيكنس طبعا اذا بنريد ان ننشئ الحوائط فده كده عندي البلين فهعمل Xtrude في الواي وليكن وXtrude في الـ X وXtrude في الـ Y Xtrude في الـ X هكذا هنا Xtrude في الـ Y هكذا بنسبة لي الحوائط يزد ثلاثة متر وليكن هكذا ننشئ سيكنس تخاني الحوائط ببساطة ننزب الى الـ Generate Solidify الآن نستخدم 0.2 و نعلم على هذا الأمر الم Saturn ليس لا تكون منطقي إذا جعلنا بأنه tear 3 هناك ثلاثة ماتيريال لو الماتيريال افست هي رقم واحد المفترض يعني كل ماتيريال تمام كل ماتيريال معادة هذا الجزء فلا تكون دقيق لكن الرم عادة بيكون دقيق لا يختلف هذا الكلام مفيد ممكن نطبع هذا الموديل بسهولة جدا نقوم بإطلاق نقوم بإطلاق الـ Complex Constraint لكي نختار الـ Complex Method طبعا الأفست يكون هناك مسافة موحدة فنجعل الأفست 0 لكي نستخدم ممتاز جدا الآن نجعل إطلاق ممكن تقوم بإطلاق ثلاثة ثلاثة نتأكد أنه لا يوجد أي فإذا الموديل ذاكذا جاهز من الطبعة 3D على أي طبعة 3D أتمنى يكون هذا درس فيديو إلى اللقاء في عدد دروس قادم